اشتركوا في القناة الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع مستقبل مصر بالقطاعات المختلفة بالجمهورية سواء فيما يتعلق باستصلاح الاراضي وانشاء الصوامة لتخزين الغلال والحبوب او التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للانتاج الزراعي كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الاراضي واستخدام احداث انظمة الري والميكانات الزراعية في نطاق المشروع واضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بمواصلة تنفيذ المحكم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية بما يضمن استيعابه لمصار التنمية والتطور العمراني وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة مشيرا الى ان مشروع الدلت الجديد بوجه عام يهدف الى احداث اضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وتحقيق الامن الغبائي فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة بما يضيف الى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة